موسيقى حد الكلاب واحدة من أكثر الحيوانات الأليفة التي يحب الناس تربيتها بالمنزل فعند الكثير مننا يلعب الكلب دور أفضل صديقة وعند البعض الآخر يلعب دور الحارس الوفي والبعض الآخر لا يرى هيئته مكتملة دون هذا الكلب الصغير الذي يشبه كرة الفروة واليوم سوف نتحدث عن سلالات في الكلاب تتميز عن الأنواع الأخرى بحجمها الكبير إليكم أكبر عشر سلالات في الكلاب لننطلق دير خاوند هذا النوع من كلاب الصيد مخصص لمطردة الحيوانات العشبية والغزلان دون استخدام السلاح إنه نوع مدرب جيدا للرقد خلف الحيوانات في مكان مفتوح يبلغ متوسط طول هذا النوع سبعين سنتيمترا ووزنه يبدأ من خمسة وأربعين كيلو جراما تعد هذه الفصيلة واحدة من أكبر وأقدم السلالات في العالم فقد ظهرت في سكوتلندا في القرن السادس عشر ومنذ زمن بعيد يعد هذا النوع من الكلاب من السلالات الشهيرة لكنه أصبح في وقتنا الحال نوعا نادرا فليس من السهولة على أي شخص أن يمتلك في منزله هذا الوحش الكلب الإنجليزي هذا النوع من أثقل الأنواع وزنا لذلك فإن أحجامه تبدو غريبة يمتلك هذا النوع قدودا متدلية وكذلك عيونا حزينة أثقل كلبة في العالم هي الكلبة زور برو والتي كانت تزن 156 كيلو جراما وزن الكلاب من هذه السلالة يبدأ من 75 كيلو جراما ويتجاوز طولها 75 سنتيمترا إنه نوع ذكي ويتمتع بشخصية مرحة لكن هذا الوحش الطيب يمكن أن يتحول بلحظة إلى شيطان إذا تعلق الأمر بحماية صاحبه فصيلة سان بيرنر إنها سلالة ضخمة وكبيرة هذه السلالة تنقسم إلى نوعين مختلفين نوع ذو فروة قصيرة وآخر ذو فروة طويلة وهناك رأي يقول إن هذه السلالة مثل الكلب الإنجليزي تم إنتاجها نتيجة دمج بين سلالتين مختلفتين يتجاوز طول هذا النوع 70 سنتيمترا ويتعدى وزنه 90 كيلو جراما إلا أن هذه إحصائية عامة فأحيانا يتجاوز وزنها إلى ما هو أكبر من ذلك هذا النوع من أقوى أنواع الكلاب في العالم في عام 1987 قام كلب من هذه الفصيلة كان يبلغ وزنه 80 كيلو جراما بجر شاحنة كانت تزن 3000 كيلو جراما لمسافة 4 أمتار ونصف في دقيقة ونصف فقط أكيتا إنه كلب الصيد الياباني الضخمة ظهرت هذه السلالة نتيجة دمج حدث بين سلالة المستيفا وسلالة الكلب الصيني تعد الأكيتا أكبر سلالة في الكلاب اليابانية ويستخدم هذا النوع لمطاردة الدبابة وفي المطاردات الحربية يبلغ متوسط طوله 70 سنتيمترا ومتوسط وزنه 54 كيلو جراما فولكاديف الأيرلندي هذا أكبر نوع في كلاب الصيد الأيرلندي في العالم وبصرف النظر عن أنها تستخدم في مطاردة الثعالب فإن هذا النوع يستخدم أيضا في مطاردة الغزلان وفي وقتنا الحالي أصبح هذا النوع الخيار الأفضل كحيوان منزلي هذا النوع يفضل الجلوس دون فعل أي شيء إنه يحب الجلوس والانتظار إلى أن يقوم صاحبه بتدليله وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الحيوان الهادئ الأليف يمكن أن يكون رفيقا متميزا جدا بالنسبة لك في الجولات الصباحية الحد الأذنى في طول هذا النوع 79 سنتيمترا ومتوسط وزنه يصل إلى 55 كيلو جراما ليون بيرغر اقتبست هذه السلالة اسمها من مدينة ليون بيرغ الموجودة في غرب ألمانيا تم إنتاج هذه السلالة عندما قام عمدة المدينة جرينخستيك بعمل دمج بين سلالة سان بيرنر وسلالة الكلاب التي تقطن جبال البرانس وكانت النتيجة ظهور هذه السلالة الغامضة التي أصبحت تمثل شعار مدينة ليون بيرغ يبلغ متوسط طولها 70 سنتيمترا بينما متوسط وزنها 80 كيلو جراما يبدو حجم هذا النوع كبيرا بفضل فروته الكثيفة والطويلة التي تميزه شخصيته المريحة جعلت هذه السلالة الحنونة بمثابة جليس صبور للأطفال لكن طيبة هذا النوع لم تمنعه من أن يخدم في الشرطة أو يساعد في امتشال الأشخاص من الماء وأثناء انهيارات الثلوج وبشكل عام في أوقات الأزمات الراعي الكوكازي هذه السلالة من أقدم السلالات والتي ترجع قصتها لأكثر من ألفي عام وجد هذا النوع في الكوكاز ويمتلك فروة كثيفة لذلك يمكن أن يظل في الصقيع لمدة طويلة تمتلك مهارات قتالية وقدرات على الحراسة العالية متوسط طول هذا النوع هو سبعون سنتيمترا ومن الممكن أن يتجاوز وزنه خمسة وثمانين كيلو جراما كلب الدرواس الضخم هذه السلالة مشهورة منذ القدم تم اكتشافها في جنوب شبه جزيرة البايانين وكانت تستخدم بهدف الحراسة هذا النوع يتميز بدخامة حجمه كما يمتلك عظاما قوية ورأسا قصيرا يمكن أن يتجاوز طوله خمسة وسبعين سنتيمترا ويبلغ متوسط وزنه خمسة وسبعين كيلو جراما عملية ترويد صغار هذه السلالة يجب أن تبدأ منذ مرحلة مبكرة لا ينصح بأي حال من الأحوال تدريبه على مهاجمة الإنسان لأن النوع الكبير منه إذا هاجم الإنسان نيو فاوند لاند هذه السلالة الشهيرة كانت تستخدم في كندا في البداية كقوة عاملة في دولة الاتحاد السوفيتي كان يطلق على هذا النوع من الكلاب اسم فودولازم وكان يتم الاستعانة به في أيام الاتحاد السوفيتي لإنقاذ الغريقين يزن هذا النوع سبعين كيلو جراما ويبدأ طوله من خمسة وسبعين سنتيمترا هذا النوع مرح وصدوق ويتعامل بشكل ودي مع البشر وبسبب شخصيته هذه ومواهبه التي يتمتع بها يعشكه المنقذ ولا نادرا ما يمكن أن تقابل هذا النوع ولكنه سيكون من دواعي الفخر والشرف أن تلتقي بمثله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر